السلام عليكم معكم المعلمة مروة من أكاديمية البشائر النموذجية اليوم هو الأحد 26 أربعة 2020 سنبدأ إن شاء الله اليوم بشرح قاعدة الاسم المقصور والمنقوس والممدود من قواعد اللغة العربية للصف التاسع الوحدة الحادي عشر في هذه الوحدة يجب أن نحقق الأهداف التالية أول هدف أن يتعرف الطالب إلى مفهوم الاسم المقصور والمنقوس والممدود الهدف الثاني أن يتعرف الطالب إلى الحكم الإعرابي للمقصور والمنقوس والممدود الهدف الثالث حذف ياء الاسم المنقوس أو مواضح حذف ياء الاسم المنقوس وأربعة تنوين الاسم المقصور أو متى ننون الاسم المقصور نبدأ بهدف الأول وهو مفهوم الاسم المقصور والمنقوص والممدود يجب أن نتعرف إلى ما هو مفهوم الاسم المقصور بداية الاسم المقصور هو اسم معرب مختوم بألف ثابتة تأتي على صورة ياء غير منقوطة بهذا الشكل أو قائمة بهذا الشكل بداية يجب أن نعرف ما هو الاسم المعرب الاسم المعرب هو الاسم الذي تتغير حركة آخره بتغير موقعه من الجملة يعني الاسم المعرب هو الاسم اللي حركة آخره بتتغير يعني مرة بيكون مرفوع مرة منصوب مرة مجرور حسب موقع في الجملة مثل نأخذ مثال زيد مثلا هو اسم معرب لأنه حركة آخره تغيرت بتغير موقعه من الجملة مثلا في المثال الأول جاء زيدون جاءت جاء فعل وزيدون فاعل مرفوع علامة رفعه تنوين الضم المثال الثاني رأيت زيدا فعل وفاعل وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح المثال الثالث مررت بزيد البع حرف جر وزيد اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر لاحظنا أن زيد في الثلاث أمثلة جاءت بحالات إعرابية مختلفة الحالة الأولى مرفوعة والثانية منصوبة والثالثة مجرورة لذلك نقول أن زيد اسم معرب معرب يعني حركة آخره بتتغير حسب موقعه في الجملة لذلك الاسم المقصور هو اسم معرب يعني بتتغير حركة آخره بتغير موقعه في الجملة طيب قلنا أنه أيضا الاسم المقصور بنتهي بألف الألف هاي بتكون ثابتة وتأتي على صورة يا غير منقوطة أو ألف قائمة يعني صور الألف إنها تيجي يا غير منقوطة بهذا الشكل وأمثلتها في الكتاب ما هو والفتى وذكرة أو تيجي بألف قائمة بهذا الشكل وأمثلتها الدنيا العليا العصى جميع هذه الأسماء ما هو والفتى وذكرة والدنيا والعليا والعصى هي اسماء مقصورة قلنا أنها مقصورة انتهت بألف وهي الألف ثابتة من أصل الكلمة وأيضا هذه الألف جاءت في الأمثلة الثلاثة الأولى على شكل يا غير منقوطة وفي الأمثلة الثلاثة الثانية جاءت على شكل ألف قائمة لذلك نقول أن هذه الأسماء هي أسماء مقصورة أما الإسم المنقوص الإسم المنقوص هو إسم معرب أيضا هو إسم معرب مختوم بياء ثابتة غير مشددة مكسور ما قبلها يعني الإسم المنقوص قلنا أنه إسم معرب تتغير حركة آخره بتغير موقعه في الجملة مختوم بياء ثابتة يعني بنتهي هذا الإسم بياء وهي الياء ثابتة يعني ليس الضمير متصل بالجملة الياء ثابتة وهي الياء الشرط لها أنها تكون غير مشددة ما عليها شدة وقبلها مكسور ما قبلها والحرف اللي قبلها لازم تكون عليه كسرة نأخذ أمثلة على الأسماء المنقوصة مثل الماضي نلاحظ إسم بنت بياء والحرف القبل الياء مكسور القاضي بنت بياء أصلي أو ياء ثابتة وقبل الياء في عنا كسرة الداني بنت بياء وهي الياء غير مشددة والحرف اللي قبلها مكسور الثاني الوادي القاصي جميع هذه الأسماء هي أسماء منقوصة إذن تحرفنا إلى الاسم المقصور والاسم المنقوص الفرق بينهم أن الاسم المقصور بنت بألف ثابتة أما الاسم المنقوص بنت بياء ثابتة سنبدأ بالاسم الممدود الاسم الممدود هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة يعني الاسم الممدود قلنا أنه اسم معرب يعني لما نحطه في الجملة تتغير حركة آخره بتغير موقعه من الجملة مختوم بهمزة يعني بنتهي بهمزة قبل الهمزة عنا ألف زائدة يعني هكذا لازم يكون نهاية الاسم أمثلة أرجاء نلاحظ أرجاء اسم مختوم بهمزة وهذه الهمزة سبقها ألف زائدة نساء كذلك إنشاء علماء جميعها أسماء ممدودة إذن تعرفنا إلى مفهوم الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود والآن نعود إلى الكتاب لنتدارس أمثلة الكتاب مفهوم الاسم المقصور والمنقوص والممدود تعرفنا إلى مفهوم كل اسم من هذه الأسماء المثال الأول ما هو نلاحظ أن اسم انتهى بألف ثابتة على شكل ياء غير منقوصة لذلك هي هو اسم مقصور والدنيا والعليا أسماء انتهت بألف قائمة فلذلك نقول أنه اسم مقصور أما الماضي والقاصي والداني نلاحظ انتهى بياء هاي الياء ثابتة غير مشددة وقبلها حرف مقصور لذلك نقول أن الماضي والقاصي والداني هي أسماء منقوصة أما الغراء وأجلاء وأرجاء هي أسماء ممدودة لأنها انتهت بهمزة وهذه الهمزة سبقت بألف زائدة نقوم بحل الأنشطة المتعلقة بهذه الجزئية أولا نشاط واحد ونشاط اثنين ونشاط ثلاثة متعلقين بالجزئية الأولى من الحصة نشاط واحد سيكون واجب عليكم أما نشاط اثنين سنقوم بحله معا مطلوب مننا بنشاط اثنين عين الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في كل مما يأتي المثال الأول عندنا يا موسى موسى هو اسم مقصور المثال الثاني عندنا الفتى الفتى هو أيضا اسم مقصور المثال الثالث الأصدقاء اسم ممدود والنادي اسم منقوص أما الثقافي لا نقول أنه اسم منقوص لأنه الياء مشددة وهذه الياء ياء النسب الثقافي اسم منسوب وليست منقوص أربعة المنادي المنادي هي اسم منقوص والرازي أيضا اسم منقوص والحاوي اسم منقوص ما هو اسم مقصور فدوى اسم مقصور الراعي اسم منقوص وأماني منقوص وصغرى مقصور المثال الثالث استخرج الاسم المقصور والاسم الممدود والاسم المنقوص من النص الأهثي عندنا نص وبدنا نستخرج الاسم المقصور والممدود والمنقوص بدايتان الاسم المقصور الأسماء المقصورة التي وردت في هذه الفقرة الصغرى والأخرى والأولى وعيسى وندى والعليا أما الأسماء الممدودة التي وردت في هذه الفقرة لمياء وشعراء وصفاء وغيداء أما الأسماء المنقوصة التي وردت الثاني وشادي والآن سنذهب إلى الجزئية الثانية من الحصة وهي الحكم الإعرابي للمقصور والمنقوص والممدود بداية سنبدأ بالاسم المقصور يقولنا أن الاسم المقصور بنتي بألف على صورتها غير منقوطة أو ألف قائمة الاسم المقصور يعرب بالحركات المقدرة على آخره للتعذر لأنه بنتي بألف الحركة بتكون مقدرة على الألف للتعذر يعني ما منقدر نحط حركة على حرف الألف نأخذ مجموعة من الأمثلة المثال الأول قرأ موسى الدرسة قرأ فعل وموسى فاعل نعرف أن الفاعل بيكون دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولكن الألف المقصورة لا نستطيع أن نضع عليها ضمة لذلك نقول أنه موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر يعني شرط أو ضروري علينا أن نكتب الضمة المقدرة على الألف للتعذر هذه جدا ضروري كتابتها عند الإعراب عرفنا أنها فاعل ومرفوع وحكينا أن الضمة ما منقدر نكتب حركات على الألف لذلك نقول مقدرة على الألف للتعذر المثال الثاني رأيت موسى رأى فعل والتاء ضمير متصل فاعل وموسى مفعول به والمفعول به دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولكن لا نستطيع أن نقول أو نكتب فتحة على الألف المخصورة لذلك نقول أن الفتحة مقدرة على الألف للتعذر وأيضا هنا ضروري جدا نكتب أن الفتحة مقدرة على الألف للتعذر المثال الثالث مررت بموسى الباء حرف جر وموسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ولكن الكسرة تكون مقدرة على الألف للتعذر أما الاسم المنقوص الاسم المنقوص الذي ينتهي بياء ثابتة طريقة إعرابه يعرب بحركات مقدرة على آخره للثقل في حالتي الرفع والجر أما في حالة النصب يعرب بحركات ظاهرة يعني الاسم المنقوص في حالة الرفع وفي حالة الجر نقول معرب بالحركات المقدرة للثقل أما في حالة النصب فالفتحة تظهر على الياء أو تنوين الفتح يظهر على الياء لأن الفتحة خفيفة فنستطيع أن نكتبها على الياء أما الضم والجر بيكون ثقيل على الياء لذلك نقول أن الحركة مقدرة للثقل نأخذ الأمثلة حتى نفهم أكثر المثال الأول ما زالت الجامعات الأردنية كما كانت في الماضي منارات للعلم الفي حرف جر والماضي الماضي اسم منقوص منتهي بياء ثابتة طيب في الماضي في حرف جر والماضي اسم مجرور قلنا أنه في حالة الجر الاسم المنقوص يعرب بحركة مقدرة على آخره للثقل يعني بيكون إعرابها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ولكن لا نقول الظاهرة نقول المقدرة على الياء للثقل مقدرة على الياء للثقل ضروري جدا إنكم تكتب هاي في الإعراب المثال الثاني حكم القاضي بعلمه حكم فعل والقاضي هي فاعل والفاعل مرفوع دائما وعلامة رفعه الضم ولكن لا نستطيع أن نكتب هنا ضم على الياء لذلك نقول الضم مقدرة على الياء للثقل عرفنا في حالة الرفع وفي حالة الجر في حالة الرفع مقدرة على الياء للثقل وأيضا في حالة الجر مقدرة على الياء للثقل أما في حالة النصب استشرت محاميا بارعا استشرت استشارة فعل والتاء فاعل ومحاميا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح لاحظنا تنوين الفتح أو الفتحة يظهر على الياء يعني نستطيع كتابته على الياء لأنه تنوين الفتح والفتحة خفيف أخف الحركات لذلك نقوم بكتابتها على الياء ونقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح الظاهر على آخره لا نقول مقدرة مثل حالة الجر وحالة الرفع نقول ظاهرة نلاحظ أنها مكتوبة ظاهرة لذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والآن سنبدأ بالاسم الممدود طريقة إعرابه يعرب الاسم الممدود بحركات ظاهرة على آخره يعني الحركة على الاسم الممدود المنتهي بهمزغ سبقها ألف زائدة يعرب بحركات ظاهرة على آخره مثال الرجال والنساء شركاء في التنمي هذا المثال في حالة الرفع الرجال اسم بدأت فيه الجملة لذلك هو مبتدأ مرفوع الواو حرف عطف النساء اسم معطوف باتباع حركة الاسم اللي قبله النساء اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لاحظنا أنه الحركة جاءت مكتوبة وظاهرة على الهمزة لذلك قلنا أنه يعرب بحركات ظاهرة على آخره ناخد مثال في حالة النصب ومثال في حالة الجر إن الصحراء واسعة إنه إلى خبر اسمها منصوب وخبرها مرفوع الصحراء اسم إنه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لاحظنا إنه الهمزة كتبنا فوقها الفتحة يعني الحركة جاءت ظاهرة لذلك نقول إنه اسم إنه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أما مثال في حالة الجر وحب التنزه في الصحراء الصحراء جاء قبلها حرف الجر فيه لذلك هي اسم مجرور نلاحظ إنه الكسرة جاءت مكتوبة وظاهرة على الهمزة نقول اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره سنقوم بحل الأنشطة المتعلقة بهذه الجزئية النشاط أربعة اضبط آخر ما تحته خط فيما يأتي هنا أتزوج النساء النساء أتزوج فعل والفاعل أنا والنساء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة نلاحظ هنا النساء الفتحة تظهر على الهمزة ما أجمل قناء الطبيعة الغناء هنا المتعجب منه لذلك منصوبة وقلنا إنه الاسم الممدود الحركة بتكون ظاهرة إنه التفاني في العمل واجب التفاني اسم إنه وقلنا إنه الاسم المنقوص بتظهر عليه الفتحة لأنه الفتحة خفيفة إنه التفانية ترقصت سناء وثم أسماء ترقص سناء هي الفاعل والضمة بتظهر على الهمزة نستطيع كتابتها ثم حرف عطف أسماء اسم معطوف نادي اللغة العربية نادي اسم منقوص وترقصت سناء ثم أسماء ماذا ترقصت نادي؟ نادي هي المفعول به وقلنا إنه المفعول به أو الاسم المنقوص عندما يأتي في حالة النصة بالفتحة بتظهر على الياء نشاط خمسة نموذج في الإعراب ومطلوب منه نعرب الكلمات الآتية من يهده اللغة فهو المهتدي فهو المهتدي هو ضمير منفصل مبني في محال الرفع مبتدأ المهتدي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لاتقل تجتذبك أهواء تجتذب فعل أهواء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره اختار الله المصطفى فعل وفاعل ومصطفى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر ذا الواجب على الطالبة والآن سنبدأ بالجزئية الثالثة من هذه الحصة وهي حذف ياء الاسم المنقوص قلنا أنه الاسم المنقوص الذي ينتهي بياء وهذه الياء بتكون ثابتة والحرف اللي قبلها بيكون مكسور سنتعرف إلى مواضع حذف ياء الاسم المنقوص تحذف ياء الاسم المنقوص إذا كان نكرة وغير مضاف يعني نكرة وغير مضاف في حالتي الرفع والجر ويعوض عنها بتنوين الكسر ويسمى هذا التنوين تنوينه تنوين عوض لماذا يسمى تنوين عوض؟ لأنه عوض عن الحرف المحذوف نأخذ الأمثلة كي يزداد الفهم سنأخذ ثلاث أمثلة المثال الأول في حالة الرفع المثال الثاني في حالة الجر والمثال الثالث في حالة النصب أدارة قاض عادل جلسة محاكمة أول شيء قاضي قاض أصلها قاضي لماذا حذفنا الياء في هذا المثال؟ قلنا أنه ياء الاسم المنقوص تحدف إذا كان نكرة وغير مضاف نكرة يعني ما عليه التعريف غير متصل بأل التعريف هنا قاض غير متصلة بأل التعريف وأيضا غير مضاف إيش يعني غير مضاف؟ يعني لم يأتي بعدها مضاف إليه مثلا لو قلنا أدارة قاضي المحكمة بتكون المحكمة مضاف إليه والقاضي هي اسم وما منح ذفياؤه لأنه أجى بعديها مضاف إليه أما لما ييجي بعديها نلاحظ هنا مرفوع لم يأتي بعدها مضاف إليه لذلك تحقق الشرطان وهي أن تأتي نكرة وغير مضافة في حالة الرفع والجر هنا جاء أرادة هي الفعل وقاضي فاعل هنا الفاعل هنا جاءت في حالة الرفع يعني تحققت لها جميع الشروط الشرط الأول أنها تأتي نكرة نكرة يعني بدون التعريف والشرط الثاني أنها ما يجي بعديها مضاف إليه هنا لم يأتي بعدها مضاف إليه والشرط الثالث أنها تكون في حالة الرفع يعني هنا نحذف الياء عندما نحذف الياء نعود بدل الياء بتنوين الكسر ويسمى هذا التنوين تنوين عوض تصبح قادن قاضن أدارة قاضن ولكن عندما نقوم بإعرابه ماذا نقول؟ لا ننظر إلى تنوين الكسر نقول في إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأن الياء هنا محذوفة نقول أنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تنوين الكسر ليس له علاقة بالإعراب نأخذ مثال آخر التقى المذيع براوين من رواة القصص هنا نلاحظ راوين أصلها راوي راوي اسم منقوص جاء في هذا المثال نكرة يعني من دون أل التعريف ولم يأتي بعده مضاف إليه لذلك حذفنا الياء وعوضنا عن الياء المحذوفة بتنوين كسر أصبحت راوين هنا لو جئنا وقمنا بإعرابها الباء حرف جر وراوين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لا نقول تنوين الكسر نقول الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة هنا نلاحظ أول شرط أنه جاءت نكرة غير مضافة في حالة الجر قلنا عندما يأتي الاسم المنقوص نكرة وغير مضاف في حالة الرفع أو في حالة الجر نقوم بحذف الياء تحققت جميع الشروط هنا جاء الشرط الأول نكرة جاءت نكرة غير مضافة جاءت غير مضافة الشرط الثالث أنها تيجي مجرورة في حالة الجر هنا جاء قبلها حرف جر لذلك نقوم بحذف الياء ونعوض بدل الياء بتنوين الكسر نأخذ مثال في حالة النصب سيظل قلب عائشة خاليا من كل ضغينة هنا نلاحظ خاليا خاليا اسم منقوص انتهى بياء ولكن هنا الياء لم تحذف لأنها قلنا أنه فقط الحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر هنا اختل الشرط الشرط هنا جاءت هنا منصوبة لذلك لا نحذف الياء نقول سيظل لها اسم الخبر اسمها مرفوع وخبرها منصوب خاليا هي خبر ظل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهرة على آخره يعني في حالة النصب لا تحذف الياء يعرب بالحركة الظاهرة على آخره سواء كانت فتحة أو تنوين الفتح أما في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف الياء إذا جاء الاسم المنقوص نكرة وغير مضاف والآن سنقوم بحل الأنشطة المتعلقة بهذه الجزئية من الحصة نشاط ستة أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما نادا هنا جاءت مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحزوفة هنا جاء في حالة الرفع ونكرة وغير مضاف لذلك نقوم بحذف الياء أصلها نادي ولكن حذفت الياء شادا هنا شادا جاءت ناعد مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحزوفة أصلها شادا ولكن حذفت الياء لأنها في حالة الرفع ولأنها نكرة وغير مضافة جارا هنا خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحزوفة هنا أصلها جاري بالياء ولكن حذفت الياء لأنها في حالة الرفع ولأنها نكرة وغير مضافة المثال قبل الأخير والأخير واجب على الطلبة نشاط سبعة علل حذف الياء فيما تحته خط في كل مما يأتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته راع هنا حذفت الياء أصلها راعي ولكن حذفت الياء قلنا متى تحذف الياء الاسم المنقوص إذا جاء نكرة في حالة الرفع أو في حالة الجر وجاء غير مضافنة راع غير مضافة ونكرة غير معرفة بأل وجاء في حالة الرفع كلكم راع المثال الثاني واجب على الطلبة النشاط الثامن احذف أل التعريف مما تحته خط فيما يأتي ثم أجري التغيير المناسب عليها طويت صفحة الماضي القاسي هنا نلاحظ أن الاسم المنقوص جاء معرف بأل وعندما يأتي الاسم المنقوص معرف بأل لا نحذف الياء ولكن عندما يكون نكرة أو غير معرف بأل يعني لما نحذف الأل ما التغييرات التي ستحصل على الماضي وعلى القاسي سنقوم بحذف الياء والتعويض عنها بتنوين الكسر ستصبح طويت صفحة ماضي قاسي حذفنا الياء من الماضي من القاسي المثال الثاني واجب على الطلبة والآن سننتقل إلى الجزئية الرابعة من هذه الحصة وهو تنوين الاسم المقصور تنوين الاسم المقصور الاسم المقصور ينتهي بألف على صورة ياء غير منقوطة أو ألف قائمة ينون آخره بتنوين الفتح في حالتين إذا كان غير مقترن بأل التعريف أو إذا كان غير مضاف يعني الاسم المقصور نضع عليه تنوين الفتح إذا كان غير مقترن بأل التعريف أو غير مضاف يوضع التنوين على الحرف السابق للألف يعني تنوين الفتح ما بنحط على الألف نفسها يوضع على الحرف الذي يسبق الألف كما أن الألف التي في آخرها لا تلفظ يعني نقول فتن لا نلفظ هذه الألف مأون لا نلفظ الألف نأخذ مجموعة من الأمثلة كي يزداد الفهم عندنا المثال الأول بحث المسافر عن مأوى مناسب لعائلته نلاحظ هنا مأوى هي اسم مقصور جاء غير مقترن بأل التعريف يعني غير متصل معه أل التعريف وأيضا غير مضاف لم يأتي بعده مضاف إليه لذلك نقوم بتنوينه وضع تنوين الفتح على الحرف الذي يسبق الألف ولكن عندما نأتي ونقوم بإعرابه لا ننظر إلى تنوين الفتح أو لا نعتبر تنوين الفتح هي علامة الإعراب نقول في إعرابه اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف للتعذر يعني نقوم بإعرابه مثل الإعراب الذي تعلمناه في إعراب الاسم المقصور أما المثال الثاني حضرت وفاء منتدا أدبيا لماذا وضعنا تنوين الفتح على منتدا؟ لأنها جاءت غير مقترنة بأل التعريف وأيضا غير مضافة يعني تحقق الشرطان غير مقترن بأل وغير مضاف لذلك نضع تنوين الفتح حضرت وفاء فعل وفاعل ومنتدا مفعول به مفعول به منصوب ولكن عندما نعربه لا نقول تنوين الفتح علامة النصب نقول مثل إعرابنا الذي تعودنا عليه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر يعني تنوين الفتح هنا لم يأتي علامة إعراب ولكن يوضع لأنه جاء غير مقترن بأل وغير مضاف في قلبي رضا عما حققت من طموحات هنا نلاحظ رضا تنوين الفتح جاء على الحرف الذي يسبق الألف وهنا رضا جاءت غير مقترنة بأل التعريف وأيضا غير مضافة لم يأتي بعدها مضاف إليه لذلك نقول في إعرابها هنا في حرف جرق قلبي اسم مجرور وهي خبر مقدم ورضا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر يعني ايش بنلاحظ بهاي الأمثلة؟ ملاحظة مهمة جدا يكون الإعراب كما تم شرحه سابقا في الحكم الإعرابي أي يعرب بالحركات المقدرة على الألف للتعذر وهذا تنوين الفتح يكون تنوين الفتح ليس علامة إعرابية ولكن نضعه لأن الإسم المقصور هنا جاء غير مقترن بأل وغير مضاف عزيز الطالب يجب أن تحفظ هذه الحالات لأن حالات الإسم المقصور وأيضا حالات الإسم المنقوص الذي تحدى فيه منتشابها قليلا لذلك يجب على الطالب حفظ جميع هذه الخطوات والآن سنقوم بحال الأنشطة المتعلقة بهذه الجزئية نشاط 9 سيكون واجب على الطلبة المطلوب منكم في نشاط 9 ضع التنوين فوق الحرف المناسب من الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي يعني مطلوب منكم إنكم تحطوا تنوين الفتح قلنا تنوين الفتح يأتي على الحرف الذي يسبق الألف نشاط 10 أعرب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي إعرابا تاما الأفئدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ففي كل بيت منها معنى سام ففي كل بيت منها هنا جاءت خبر مقدم ومعنى مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر وسام جاءت نعت وصفة لمعنى لذلك نقول في إعرابها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحذوفة أما من صدى المنحة رفجر وصدى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر المثال الأخير سيكون واجب عليكم نشاط 11 قرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه استخرج من النص معطينا نص وبدنا نستخرج منه اسم ممدود مرفوع عنا هيفاء اسم ممدود مرفوع واسم مقصور مجرور عنا المنتدى اسم مقصور مجرور مطلوب أيضا اسم منقوس عنا واعن اسم منقوس هنا مطلوب منا في السؤال الثاني لما حذفت الياء من الاسم المنقوس واعن هنا يجب مراجعة مواضع حذف الياء من الاسم المنقوس واعن هنا جاءت مجرورة وجاءت نكرة لذلك قمنا بحذف الياء من آخرها ثلاثة اضبط آخر الكلمة التي بين قوسين هنا الكلمة التي بين قوسين الأدباء جاء قبلها حرف جر لذلك هي مجرورة نضع كسرة تحت الهمزة وقلنا أن الأسماء الممدودة الحركات تكون ظاهرة يعني نقدر نكتب الحركات تحت الكسرة من الأدباء أعرب ما تحته خط إعرابا تاما هنا هيفاء اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يعني هيفاء أو وأيضا إعراب المنتدى المنتدى بدل مطابق من هذا نلاحظ أنه اسم معرف بأل التعريف بعد هذا لذلك نقول بدل مطابق من هذا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعدر واللقاء صدن ستكون واجب عليكم اثنين أعرب الأسماء التي تحتها خط فيما يأتي أولا في كل وادن هنا بعد كل يأتي مضاف إليه لذلك نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة أصلها وعدي ولكن حذفت الياء من آخرها لذلك نقول وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة المثال الثاني عن الأقصى عن حرف جر الأقصى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر قلنا أن الكسرة ما من الألف المكسورة لا نستطيع أن نضع عليها الحركات لذلك تكون الحركة مقدرة للتعذر المثال جيم هنا وهنا راسيات راسيات هنا مبتدأ خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه تنوين الضم الظاهرة على آخره المثال دال سيكون واجب عليكم وأيضا واجب عليكم والإخلاص في الطاعات كافا إعراب كافا خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحذوفة لنيلي رضا رضا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف للتعذر والباري مضاف والباري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء للإستقال ويعطيكم بالعافية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة